موسيقى الجيش يعيد الامنة والاستقرار الى قرى وبلدات عدة بريف الرقى الجنوبي والاهالي يواصلون انتفاضتهم ضد تنظيم داعش الارهابي بريف دير الزور موسيقى انزور والمهندس خميس والمعلم يبحثون مع عبدالله يان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات السياسية في سوريا والمنطقة واهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين موسيقى وعشرات الحافلات تقل مسلحين نصرى وعائلاتهم من جرود عرسال الى فليطة على الحدود السورية موسيقى اصعد الله مساءكم بكل خير اهلا بكم الى هذه الساعة الاخبارية نقدمها من دمشق اكد مصدر عسكري ان وحدات من القوات المسلحة استعادت عددا من البلدات والقرى والمناطق في ريف الرقى الجنوبي كما سيطرت على منطقة بطول 30 كم على امتداد ضفة نهر الفرات الجيش العربي السوري يواصل تقدمه في ملاحقة التنظيمات الارهابية المسلحة في عمق البادية ويساعد السيطرة على منطقة بطول 30 كم على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في ريف الرقى الجنوبي وتضم تلك المنطقة تسع قورا منها حواج تشنان والرحبي والصبخة والجبلة والرابية والذيابية والمصطاحة والشمرى واسلام اضافة الى ابار نفط الجريح وحسب مصادر عسكرية فقد اسفرت عمليات الجيش النوعية بمساندة سلاح الجو في الفترة من الرابع عشر من الشهر الماضي الى الثاني من اب الجاري عن مقتل اعداد كبيرة من ارهابي داعش واصابة المئات منهم الارهابيان التونسيان ابو اسحاق ما يعرف بامير الحسبة في معدان وابو صياد والليبي الملقب ابو اسقام والمغربي سفيان عبد الرؤوف والسعودي عبدالله عبد الملك صر كما ادت الضربات ايضا الى تدمير 330 سيارة مختلفة واثني عشر مقر قيادة وثلاث دبابات وعربتين قتاليتين وثلاثة مستودعات ذخيرة وعتاد واحد عشر مدفعا مختلفا وخمسة رشاشات الى دير الزور حيث دمر الطيران الحربي مقرات ومستودع اسلحة وذخيرة لتنظيم داعش الارهابي خلال غارات مكثفة على اوكاره في قرية لبغيلية وتلت علوش على الاطراف الجنوبية للمدينة ووفقا لمصادر اهلية في الريف الشرقي لمدينة دير الزور الذي يشهد انتفاضة اهلية ضد ارهابي داعش فان مجموعات من الاهالي هاجمت مقر جهاز الحسبة التابع للتنظيم التكفيري بناحية السوسة في ريف البوكمال وتمكنوا من قتل ما يسمى امير جهاز الحسبة وتدمير المقر بشكل كامل كما قامت مجموعة من الاهالي بمهاجمة سيارة تقل عددا من متزاعم داعش في نفس المنطقة وقتلوا عددا منهم الى ذلك احبطت وحدة من القوات المسلحة هجوما ارهابيا بعربة مفخخة لاحدى النقاط العسكرية في جبال الشمرية بريف حمص الشرقي وذلك بعد اشتباكات انتهت بتدمير العربة المفخخة وايقاع اغلبية افراد المجموعات الارهابية المهاجمة بين قتيل ومصاب اما في اقصى ريف حمص الشرقي فقد نفذ الطيران الحربي غارات مكثفة على تحصينات لتنظيم داعش في قرية حميمة جنوب غرب مدينة البوكمال قرب الحدود الادارية بين محافظتي الرقة ودير الزور ما اسفر عن تدمير آليات واوكار للتنظيم التكفيري وايقاع العديد من القتل والمصابين بين صفوفه ونتابع فيما يلي مشاهد من تقدمي وحدات من القوات المسلحة الى مدينة السخنة بريف تدمر والسيطر على تحصينات داعش في محيطها هذا اليوم للتواصل اشتركوا في القناة وفنى بالرسالة التالية منذ الصباح اكتملت الإجراءات اللوجستية هنا بعد أن انتهى العمل بالبندل الأول والثاني للاتفاق بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية مع إرهابية النصرة على نقلهم إلى إدلب يقدر العدد بحدود العشرة إلى 12 ألف شخصهم من إرهابية النصرة وعائلاتهم هم خرجوا من منطقتين المنطقة الأولى خاضعة لسيطرة الجيش اللبناني وهي يوجد فيها 120 مسلح إضافة إلى 500 عدد العائلات من أطفال ونساء المنطقة التانية والتي كانت في جرود عرسال وهي عبارة عن مخيمات كمخيم الملاهي ومنطقة وادي الحميد يقدر عدد المسلحين بـ 1100 مسلح إضافة إلى أيضا 5000 شخصهم من عائلات أطفال ونساء المجموعات الارهابية المسلحة هنا تتجمع عشرات السيارات التابعة للقواء الأمنية التي ستقوم بترفيق الحافلات التي ستأتي إلى هذه المنطقة وستقوم بترفيق الحافلات إلى مدينة حلب عند هذه الساحة عند السيارات سيتم تجميع الحافلات لا نعلم تماما إن كانت على دفعات طبعا العدد الكامل للحافلات هو بحدود المائتي حافلة قد يتم تجميع كل الحافلات دفعة واحدة ومن ثم ترفيقها بموكب واحد إلى مدينة حلب خلال ساعات المساء الأولى كما قلت لك ستصل أولى الدفعات كان هناك عرقلة من المسلحين في عرسال والضغط على الأهالي في محاولة لأخذ أكبر عدد من المدنيين وحتى الراغبين بتسوية أوضاعهم كان هناك حديث عن ألف شخص يريدون تسوية أوضاعهم والعودة إلى قراءهم في مناطق مختلفة من القلمون لكن هناك ضغوط كبيرة من جبهة النصرة الإرهابية على ترفيقهم إلى مدينة إدلب لذلك ارتفع العدد إلى أكثر من عشرة ألاف شخص من المتوقع طبعا وحسب مصادر خاصة للإخبارية كان هناك حديث عن تواصل من عدد كبير من وجهاء القلمون مع أهالي في عرسال من المتوقع أن يتم تسوية أوضاع عدد كبير من الأهالي قد يستغل الفرصة عند وصولهم إلى هنا وكما حدث في حلب السنة الماضية يعني استغلال هذه الحالة هنا والتنظيم ووجود الجيش العربي السوري النزول من الحافلات واللجوء للجيش العربي السوري ليقوموا بتسوية أوضاعهم استقبل نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور استقبل حسين أمير عبد الله هيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى التطورات السياسية في سوريا وإنجازات الجيش العربي السوري على الأرض عبد الله هيان أكد أن إيران تقف بصلابة إلى جانب سوريا وإلى جانب الجيش العربي السوري في حربه ضد التنظيمات الإرهابية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تبقى دائما وأبدا صخرة صامدة وصلبة إلى جانب سوريا الأزمة السورية ليس لها طريق سوى طريق الحل السياسي وشعب أي شكل من الأشكال الغرباء يرسم بالنيابة عنه واستقبل هذا البلد الحيوي والهام والاستراتيجي بهذه المنطقة وفي ذات السياق بحث المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عبد الله هيان الوفد والوفد المرافق له تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية وأهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين على الصعيدين الإقليمي والدولي وعرب المهندس خميس عن تقدير الحكومة السورية لمواقف إيران الداعمة لصمود الشعب السوري في ظل الحرب الإرهابية التي يتعرض لها مشيدا بالانتصارات التي تحققت في هذه الحرب على الإرهاب بفضل التعاون الوثيق بين سوريا والدول الصديقة والمقاومة وبين المهندس خميس أن سوريا انفتحت منذ البداية على جميع المبادرات محليا وخارجيا بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة دون التفرط بالثوابت الوطنية وألفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية النظر برؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية استراتيجية ونوعية تصل إلى مستوى الطموح لدى قيادتي البلدين من جانبه أكد عبدالله موقف بلاده الثابت في تقديم جميع أنواع الدعم للحكومة والشعب في سوريا حتى تحقيق النصر على الإرهاب هذا وكان نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الخارجية والمقتربين وليل المعلم استقبل عبداللهيان والوفد المرافق وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى التطورات السياسية في سوريا والمنطقة وذلك في ضوء الانجازات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري مؤخرا بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء وكانت وجهات النظر متفقة على ضرورة تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بما فيها المجال البرلماني تلبية لتطلعات شعبي وقيادتي البلدين بالإضافة إلى أهمية استمرار البلدين في جهودهما المشتركة لمكافحة آفة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وزارة الخارجية وجهت رسالتين إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة حول المجازر التي ارتكبها التحالف الدولي بحق السوريين وأكدت الخارجية في رسالتها أن التحالف الدولي يقتل المدنيين ويدمر البنى التحتية التي بناها الشعب السوري بعرقه وتضحياته ويحارب من يكافح الإرهاب أدانت وزارة الخارجية الروسية قيام الإرهابيين باستهداف مجمع السفارة الروسية في دمشق بالقذائف دعية الدول الغربية إلى السماح لمجلس الأمن بإدانة هذه الأعمال الإجرامية وقالت الوزارة في بيان أن قذفتيها وانسقطتا داخل المجمع الدبلوماسي الروسي فيما انفجرت قذفتان أخريان بالقرب من سياج المجمع الأمر الذي ألحق أضرارا مادية دون وقوع ضحايا واجددت الوزارة تنددى موسكو بالهجمات الإرهابية المرتكبة ضد الممثلية الدبلوماسية الروسية في دمشق مذكرة بأن روسيا أشارت مرارا إلى الطابع الهمجي لعمليات القصف التي يشنها الإرهابيون وبصورة منتظمة على الأحياء السكنية في دمشق وغيرها من المدن السورية صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار تقدمت به مصر حول منع الإرهابيين من الحصول على السلاح وأشار مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة عمرو أبو العطى إلى أن هذا القرار الذي حمل الرقم 2370 للعام 2017 هو الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مفصل موضوع منع الإرهابيين من الحصول على السلاح ووفق أبو العطى فإن القرار يؤكده التزام جميع الدول بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلاح وأن على مجلس الأمن التعامل مع حالات عدم تنفيذ هذه القرارات كما يؤكد القرار ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح للإرهابيين في مناطق النزاعات وأهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يشدد أيضا على أهمية التعاون الدولي القضائي في مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من جانبه أشار مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبزين نيبزينزيا إلى أن الإرهابيين في سوريا والعراق يحصلون على الأسلحة والذخيرة رغم جميع جهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه الظاهرة مضيحا أن هناك مؤسسات ومنظمات من بعض الدول مستمرة في تقديم الأسلحة للإرهابيين ولفت المندوب الروسي لأن الاعتداء الإرهابي بالقذائف على السفارة الروسية في دمشق لم يكن ليتم لو لم يحصل هؤلاء الإرهابيون على السلاح لا تكفي المصافحة بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير خارجية النظام السعودي لغسل اليد السعودية من دماء الأبرياء في المنطقة لكنها تؤكد أن نظام الرياض الذي كان بالأمس القريب منتقد للسياسات الإيرانية بات اليوم مضطرا للاعتراف بصوابية موقف طهران مع إطفاء الصبغة البروتوكولية للمصافحة بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير على هامش الاجتماع الطارئي لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمناقشة الهجمة الصهيونية على المسجد الأقصى في اسطنبول إلا أن هذه المصافحة التي لم تتجاوز الدقيقة تعد اعترافا صريحا من النظام السعودي بالدور الإيراني في محاربة الإرهاب ودعم القضية الفلسطينية وإشارة واضحة إلى أن رهانات الرياض الخاسرة في دعم الإرهاب في سوريا والحرب على اليمن وصلت إلى طريق مسدود وأن هاجس النظام السعودي بات التبرؤ من تهمة الإرهاب تهمة يحاول هذا النظام إبعدها عن نفسه وإلباسها لمشيخة قطر لوحدها عبر إذكاء نار الأزمة الخليجية من جهة وفتح أبواب الحوار مع العراق الخطوة التي لا يمكن القيام بها دون التعاون مع إيران التي تحارب الإرهاب بلا هوادة وتسعى لإيجاد حلول سياسية عبر الحوار لكل أزمات المنطقة بعيدا عن سياسة التعنط والتجبر التي اعتمدها النظام السعودي والتي أدت عن سبق إصرار وتصميم إلى تفشي الإرهاب التكفيري وتأجيج الصراعات بعد قطع العلاقات مع تهران حاجة الرياض إلى التعاون مع تهران في ضوء التغيرات السياسية والأمنيات الخطيرة في الداخل السعودي واستمرار الحرب الخاسرة في اليمن والأزمة الخليجية المستعرة توجب على النظام السعودي التخلي عن سياساته السابقة فعلاً وليس قولاً فقط وتوقف عن دعم الإرهاب ضد شعوب المنطقة وتوقف أيضاً عن شن الحروب مباشرة ضد بلدان عربية بهدف تدميرها خدمة للكيان الصهيونية السفير الفنزولي في دمشق عماد صعبي يتحدث خلال لقائه وسائل الإعلام في مقر السفرة الفنزولي عن انتخابات الجمعية التأسيسية وعن العقوبات الأمريكية المشحفة بحق شعبه التفاصيل في تقرير صفاء الشحود الدعوة إلى الحوار ورفض العنف كانت سلاح الحكومة الفنزولية أمام محاولات نشر الفوضى في الشارع الفنزولي هذا أبرز ما أكده سفير فنزولا في دمشق عماد صعب صعب خلال لقائه عدداً من وسائل الإعلام مضيفاً أن الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو دعا إلى تشكيل مجلس تأسيسي يكلف صياغة دستور جديد للبلاد قام الرئيس نيكولاس مادورو في الأشهر الأخيرة بدعوة الشعب البنزولي لانتخابات جمعية وطنية تأسيسية في البنزول بالإستناد إلى المواد 2037, 2039 و 2039 من الدستور البنزولي حيث يتم الدعوة لإجراءة انتخابات جمعية تأسيسية دعوة لأشارك المواطنين في هذه الانتخابات كما تعرفون خلال الأشهر الماضية الأخيرة كان هناك حالة من العنف في بنزولي لا قامت بها كما شاهدتم مجموعة وحفنة من قطاعات في الشوارع انتشرت في الشوارع هي حفنة محدودة من الناس تتواجد في مناطق معينة تتصرف بعنف كبير وتستخدم أسلحة في مشهد قريب جداً ويشابه ما عاشته سوريا خلال السنوات الماضية على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة السفير وصف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بغير المقبولة والعدوان وأنه ليس من حق الولايات المتحدة معاقبة الشعب الفنزولي أو حتى رئيسه حصل أمر غير مقبول في السياسة الدولية فرضت عقوبة على رئيسنا نحن نعتبرها ونسميها عدوان لأنه في الحقيقة العقوبة يفرض عليه من لا له الحق بأن يعاقبه الولايات المتحدة يمكن أن تكون خوية جداً لذلك نقول أنه عدوان ما تم فرضه بحق الرئيس مدور وحول ما يثار حول المعارضة الداخلية أكد الصعب أن الإجراءات التي اتخذت بحق المعارضين ليوبولدو أوبيز وأنطونيو لديسما كانت بسبب خرقهما شروط الإقامة الجبرية مؤكداً أن فينزويلا ملتزمة باحترام حقوق الإنسان وداعياً المجتمع الدولي للكف عن الإدلاء بتصريحات غير ودية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لفينزويلا ساعتنا الإخبارية مستمرة وفيها بعد قليل تصاعد حدة المواجهات في العوامية شرقية السعودية بين قوات النظام السعودي والأهالي المطالبين بأبسط حقوقهم الإنسانية للمزيد من الأخبار تفضلوا بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وزارة الدفاع الروسية في تقارير إعلامية تزعم ارتفاع خسائر القوات الروسية المشاركة في محاربة الإرهاب في سوريا ومطالبات بتشريع الكنيسة الصهيوني لقانون يبيح قتل الأسرى الفلسطينيين ومنفذي العمليات الفدائية وتصاعد حدة المواجهات في بلدة العوامية شرقية السعودية بين قوات النظام السعودي والأهالي المطالبين بأبسط حقوقهم الإنسانية من جديد أهلا بكم ننوه بأنه يتم الآن بدأ وصول الحافلات التي تقل إرهابي جبت نصرى من جرود عرسال اللبنانية باتجاه فليطة على الحدود السورية اللبنانية وبعد قليل سنكون ونتابع هذه الصور وسنكون بعد قليل مع موفد الإخبارية السورية إلى هناك ربيع ديبة في متابعة هذه الساعة الإخبارية اللواء محمد الشعار وزير الداخلية يؤكد خلال لقائه اليوم وفد اللجنة الإقترابية في دولة الكويت أن سوريا تحقق النصرى على الإرهاب وداعمه بفضل صمود شعبها وتضحيات جيشها أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن سوريا تحقق النصرى على الإرهاب وداعمه بفضل صمود شعبها وتضحيات جيشها الباسل وقوى الأمن الداخلي وحكمة قيادتها مشيرا إلى الإنجازات الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي على كافة الجبهات وخلال لقائه وفد اللجنة الإقترابية في دولة الكويت لفت الوزير الشعار إلى أن سوريا تعتز بأبنائها الموجودين في الخارج وتعتبرهم رسولا وسفراء حقيقيين في بلدان الاغتراب من خلال تمسكهم بوطنهم وإخلاصهم له مثنيا على مبادرة الجالية السورية في الكويت بتكريم جرح قوى الأمن الداخلي ما يؤكد تمسك السوريين بوطنهم وانتمائهم رغم الضغوط التي مورست عليهم في العديد من دول الاغتراب كما لفت وزير الداخلية إلى أن الحكومة السورية تعمل على حل جميع المشاكل التي تتعرض لها الجالية السورية سواء في دولة الكويت أو غيرها من الدول بدورهم أعضاء وفد اللجنة الاغترابية في دولة الكويت ثمنوا عاليا دور قوى الأمن الداخلي وعبروا عن اعتزازهم بالصمود البطولي للشعب السوري وجيشه الباسل وقوى الأمن الداخلي والفخر بالانتصارات التي تتحقق كل يوم وأكدوا على الالتزام بواجبهم الوطني والمساهمة في تقديم كل تجاه وطنهم نفت وزارة الدفاع الروسية ما تداولته تقارير إعلامية حول ارتفاع خسائر القوات الروسية التي تشارك في محاربة الإرهاب معتبرة ذلك محاولة لتشويه سمعة العملية الروسية ضد إرهابي داعش في سوريا وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف قال في تصريح صحفي أن وكالة رويترز تحاول من جديد تشويه سمعة عملية روسيا الرامية إلى القضاء على إرهابي داعش وإحلال السلام في سوريا مؤكدا أنه لا يوجد أي قبور دفن فيها عسكريون روس بشكل سري وبيّن كوناشينكوف أن محاولات البعض وصف أشخاص لا علاقة لهم بالقوات المسلحة الروسية وبالأخص المشاركين في محاربة الإرهاب في سوريا بأنهم عسكريون روس عارية عن الصحة تماما بحث نائب وزير الخارجية روسي جينادي جاتيلوف مع رمزي عز الدين رمزي نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا بحث الحل السياسي للأزمة في سوريا وسير إنشاء مناطق تخفيف التوتر وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن جاتيلوف ورمزي تبدل الأراء بشأن المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية للأزمة في سوريا مع التركيز على نتائج الجولة الأخيرة من محادثات جينيف والعمل المتواصل على تطبيق الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر وشدد جاتيلوف على أن إنشاء مناطق كهذه يتيح إمكانية إضافية لتقديم مساعدة إنسانية للسكان المحتاجين إليها المستوطنون الصهاين يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك ومطالباتهم بتشريع الكنيسة الصيوني لقانون يبيح قتل الأسرى الفلسطينيين ومنفذي العمليات الفدائية في خطوة تحريضية جديدة ضد الفلسطينيين تعالت الأصوات داخل الكيان الصيوني بتشريع قوانين عنصرية في الكنيسة الصيوني تبيح قتل الأسرى الفلسطينيين ومنفذي العمليات الفدائية صحيفة يدعو تحرنوت الصيونية كشفت أن عقوبة أعدام الجرح الفلسطينيين منفذي العمليات والمعتقلين لدى سلطات الاحتلال لا تحتاج لسن أي قوانين جديدة وقرار الأعدام بيد كل من نتنياهو لبرمن بعد موافقة الحكومة عليها ما ورد بصحيفة يدعو تحرنوت الصيونية جاء بعد ساعة قليلة من دعوة نتنياهو لأعدام فلسطيني قتل ثلاثة مستوطنين طعنا قبل عدة أيام في مستوطنة حلميش المقام على راضي قرية كوبر بالضفة الغربية المحتلة وكان وزير حرب الاحتلال أفي جودون لبرمن قد قدم مسودة خلال الفترة الماضية إلى حكومة كيانه يطالب فيها بسن قانون يقضي بأعدام منفذي العمليات الفدائية دعوات الاحتلال لأعدام الأسرة أثارت غضب الشارع الفلسطيني الذي اعتبر ارتفاع الأصوات المطالبة داخل الكيان بتطبيق عقوبة الاعدام بحق الأسرة دليلا على حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال رغم ممارسته مختلف أشكال الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني ليس غريبا على الاحتلال الصيوني الذي يقتل ويحاصل الفلسطينيين ويعتدي على مقدساتهم بشكل مستمر أن يناقش هكذا قرارات ضاربا بعرض الحاط كل المواثيق والقرارات الدولية لا سيما اتفاقية جينيف الرابع الخاصة بالأسرة العدوان السعودي يقع شهداء في صفوف اليمنيين من بينهم أطفال والجيش اليمني واللجان الشعبية يردون على هذه الاعتداءات ضمن سلسلة المجازر التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن قام حرس حدوده ومرتزقته بتنفيذ اعتداءات همجية طالت منازل المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية مرتزقة العدوان استهدف بقصف مدفعي منزل عائلة في مديرية لمتون بمحافظة الجوف استشهد على إثرها رجل وابنته بالإضافة إلى إصابة الإبن بجروح خطيرة كما استشهد يمني في منطقة الرقو بمديرية منبه بمحافظة صعدة بعد تعرض المديرية لقصف صاروخي سعودي ليكون بهذا أغلب ضحايا هذا الاعتداء من الأطفال لم يكتفي نظام الرياض بهذا إنما شنت طائراته خمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة كما شن غارات على منطقة الساق في مديرية عصيلان بمحافظة شبوه أما في محافظة تعز فقد نفذت طائرات النظام السعودي ثلاث غارات على مديرية الصلو وغارتين على مديرية مقبنة وأربع غارات على شرق يختل بمديرية المخة وسبع غارات على مديرية سرواح بمحافظة مأرب وثلاث عشرة غارة على مديريتي حرد وميدي بمحافظة حجة الجيش اليمني واللجان الشعبية ردوا على هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء وتمكنوا من قتل وإصابة العشرات من مرتزقة النظام السعودي في محافظة تعز كما واصلوا ضرب معسكر خالد الواقع في مديرية موزع بمحافظة تعز مما أدى إلى مقتل عدد من المرتزقة هناك وننتقل الآن إلى موفد الإخبارية السورية ربيع ديبة في منطقة فليطة في القلم الغربي لمتابعة وصول الحافلات التي تقل إرهابي جابة النصرة الذين خرجوا من جرود عرسال في لبنان ربيع مرحبا بك لو تطلعنا اليوم ما هي التفاصيل ماذا يجري بالضبط هل بدأت وصول الباصات التي تقل هؤلاء الإرهابيين هل وصلت بالكامل تفضل نعم منذ عشر دقائق وصلت أولى دفعات الحافلات التي تقل إرهابيين النصرة وصلت خمس حافلات إلى منطقة التجمع في منطقة فليطة الآن خلفي بدأت جلال كما ترى معي في الصورة بدأت تصل دفعة كبيرة من الحافلات يقدر عددها بحدود 30 إلى 40 حافلة في عمق الجبل طبعا عند هذه الحافلات هي نقطة تقريبا الحدود السورية اللبنانية نستطيع القول أن جميع الحافلات دخلت إلى الأراضي السورية الآن عرسال وجرود عرسال باتت خالية من النصرة تماما وهي تحت سيطرة المقاومة اللبنانية والجيش اللبناني الآن تسير في هذا المعبر الجبلي الضيق جدا التأخير اللوجيستي كان نتيجة صعوبة السير في هذا الطريق الضيق الذي فتحه الجيش العربي السوري باتجاه الحدود اللبنانية عبر وادي موسى وعبر تلات موسى نستطيع القول أن أكثر من 113 حافلة تقل على متنها أكثر من 7777 إرهابي مع عائلاتهم باتوا داخل الحدود السورية الآن تتجه الحافلات عبر هذا المعبر إلى الساحة التي هي متواجدة هنا طبعا إذا انتقلت بعدسة الزميل سيفنا المنطقة تلاحظ معي جلال بدء تحرك القافلة وأيضا السيارات ترفيق الأمني التي ترافق كل حافلة للمسلحين وعائلاتهم سيارة ترفيق أمني للقواء الأمنية السورية والجيش العربي السوري وسترافقهم إلى حلب لحين دخول إلى معبر الراشدين وصل كما قلت لك خمس حافلات تقل على متنها إرهابيين نصرة حديث لمصادر ميدانية خاصة للإخبارية السورية تحدث للقائد الميداني بأن أول خمس حافلات تحمل على متنها قادة جبهة النصرة قد يكون بينهم أبو مالك التلي أمير جبهة النصرة في هذه المنطقة في منطقة القلمون الغربي سابقا إضافة إلى ذلك دخلت سيارات الإسعاف 17 سيارة إسعاف تنقل على متنها مسلحي جبهة النصرة وهي وصلت إلى هذه المنطقة الساحة التي أمامي يتم التجميع هنا سيتم تجميع كل الحافلات والبدء بالإجراءات الأمنية كافة ومن ثم بعد ذلك الانطلاق فجرا إلى مدينة إدلب في هذه العملية أيضا نستطيع أن نتحدث عن العدد الكامل كما قلت لك 7777 إرهابي يضاف إلى ذلك هم 1116 إرهابي والباقي عائلات هو العدد الكامل لإرهابي النصرة الذين كانوا متواجدين في جرود فليطة ومن جهة الحدود السورية إضافة إلى جرود عرسال والمخيمات في جرود عرسال تصل الآن في عمق الجبل إذا لاحظت معي دفعة جديدة غير هذه الدفعة في عمق الجبال عند الحدود اللبنانية السورية دفعة جديدة للحافلات يعني السرعة في التنفيذ هذا الاتفاق عندما دخلت الحافلات الأراضي السورية يدل على التنسيق اللوجستي الكبير بالقبل الجيش العربي السوري والقوى الأمنية في هذه المنطقة خوفا من أي حدث أمني الكل هنا مستنفر منذ ساعات الصباح الهلال الأحمر العربي السوري كان قد جهز سيارات الإسعاف على مقربة من هذه المنطقة لنقل جرح جبهة النصرة والعائلات المسلحين ستكتمل هذه الدفعات بوصولها إلى هذه الساعة بعد ساعة إلى ساعتين من الآن ثم يتم مطابقة القوائم الإسمية ومن ثم نقلهم إلى منطقة حلب للدخول إلى معبر الراشدين وبعد ذلك إلى الريف الغربي من إدلب يضاف إلى ذلك أن سرايا أهل الشام الجناح السابق لجبهة النصرة في جرود عرسال كان قد طلب بالدخول إلى منطقة رحيبة رفضت الدولة السورية رفض القاضي عن هذا الموضوع وذلك حسب مصادر ميدانية لا طريق سوى من فليطة إلى إدلب لإرهابيين نصرة ليلقوا مصيرهم على أيدي الجيش العربي السوري نحن نعلم جيدا جلال في الآوينة الأخيرة حجم الاقتتال الداخلي بين إرهابيين جبهة النصرة هيئة تحرير الشام حاليا وحركة أحرار الشام أمس كان هناك اقتتال عنيف بين المجموعات الإرهابية وسيطرة على منطقة قلعة المضيق وهي المعبر الذي كان منقررا فيما سبق أن تدخل منه الحافلات نتيجة هذا الاقتتال حول الطريق إلى منطقة حلب للدخول إلى ريف إدلب الغربي أستطيع الحديث أيضا عن موضوع التنسيق في الحافلات كان هناك نقطة أمنية عند الحدود السورية للجيش العربي السوري تم ترفيق هذه الحافلات عند المعبر ومن ثم الدخول تباعا كل 20 حافلة إلى 30 حافلة تصل إلى هنا الآن كما تشاهد معي في عمق السورة تصل الدفعة الثانية تقدر ب20 إلى 30 حافلة من عمق جبل معبر وادي موسى باتجاه هذه المنطقة يضاف إلى ذلك أن من المقرر أن تنتهي تجميع الحافلات في هذه المنطقة مطابقة القوائم الإسمية ومن ثم بعد ذلك الانتقال إلى ريف حلب نعم ربيع أطلعتنا على مجريات ما يحصل الآن في فليطة من وصول هذه الباصات التي تقول إرهابيي جبهة النصرى من منطقة جرود عرسال اللبنانية إلى فليطة على الحدود السورية اللبنانية أريد التأكيد على هذه النقطة ربيع عندما يكتمل وصول جميع الباصات هل سيكون خرج جميع إرهابيي جبهة النصرى من جرود عرسال اللبنانية؟ عرسال آمنة تحت سيطرة المقاومة اللبنانية والجيش اللبناني بالكامل هذا الإنجاز الاستراتيجي يحسب للجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية ويحسب للجيش العربي السوري الإنجاز الاستراتيجي ليس بنقل الإرهابيين جلال بل هو بالانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري والمقاومة اللبنانية عند أعقد النقاط الحدودية تعرف جلال عملية القلمون استمرت لمدة ثلاث سنوات بدأت من مزارع ريمة عند الأوتستراد القريب من هنا بحدود 12 كيلومتر وكان حلم النصرى أصلا بالوصول إلى أوتستراد دمشق حمص ومن ثم وصل هذه المنطقة بمنطقة حوض الزبداني وصولا إلى الحرمون مع السياج الفاصل مع الجولان المحتال وتمدد النصرى في ريف دمشق كل هذا خلال ثلاث سنوات وهي عملية الطوق الكبرى لريف دمشق تم تحرير 99% من المناطق في هذه الجغرافية المعقدة كانت جبهة النصرى في يبرود كانت جبهة النصرى في إحسال الورد كانت في رانكوس كانت في تلفيتا كانت في كل المناطق الصرخة والجبة وصولا إلى الطفيل وعرسال وجرود عرسال انتشار واسع في أعقد الجغرافية في أعقد التضاريس الجبال الكلسية اليوم كانت قد تحدث يعني كنا برفقة قادة من المقاومة والجيش العربي السوري طبعا بعيدا عن الكاميرات كان هناك عرض إضاحي لهذه العملية ومسار العملية العسكرية عند الحدود اللبناني أحد قادة المقاومة كانت قد أكد على موضوع جدا مهم وهو كسر إرادة القتال لجبهة النصرى كل هذه العملية والتي كانت عند الحدود اللبنانية السورية اليوم نحدث في الأشهر الأخيرة أنه 48 ساعة من القتال تستسلم النصرى النصرى معروف عنها هي كتنظيم من حيث القوة والقتال حتى آخر طلقها هي أقوى من تنظيم داعش الإرهابي فكيف للنصرى الإرهابية اليوم خلال ست أشهر في ريف دمشق في دارية في قدسية في الهامة في أتل في كل طوق العاصمة دمشق في محيط دومة وأيضا وصولا إلى القلمون نتحدث عن 900 كيلو متر مربع خلال ثلاث سنوات كانت عمليات قدم للجيش العربي السوري وللمقاومة اللبنانية عند الحدود اللبنانية انكسرت جبهة النصرى انكسرت إرادة القتال في جبهة النصرى عندما يسمعون بالجيش العربي السوري والمقاومة اللبنانية أكبر عملية خلال ست أشهر استمرت يومين وثلاثة أيام وعشرة أيام بأكثر حد من الجيش العربي السوري هو أنجاز جديد يضاف إلى أنجازات الجيش العربي السوري والمقاومة هذا هو الانجاز الذي تحدث عنه القادة العسكريون في الجيش العربي السوري والمقاومة اللبنانية من القصير في بداية الأحداث كسرت إرادة القتال لدى جبهة النصرى انتقلت وهربت إلى القلمون الغربي كسرت اليوم جبهة النصرى في هذه المنطقة أو ما تسمى بهيئة تحرير الشام لا خوف من انتقالهم إلى هناك تقاتل في إدلب بين هؤلاء المرتزقة نحن نتحدث عن تجميع ديمغرافي واسع في جبهة النصرى أكثر من ستمائة فصيل إرهابي ومجموعة إرهابية متواجدة في إدلب التقاتل هو العنوان الوحيد مجموعين في إدلب ويطوقهم الجيش العربي السوري من كافة الحدود الإدارية ونحن نعلم جيدا على قتلها في إدلب ربيع ديبة على كل هذه التفاصيل أطلاطا عليها وأنت موجود في منطقة فليطة في القلمون الغربي ترصد لنا خروج إرهابي جبهة النصرى من منطقة جرود عرس أرسال باتجاه فليطة إلى إدلب وسنقوم معك إن شاء الله خلال الساعات القادمة التي تطلعنا على كل جديد ربيع ديبة أشكرا لك وبالعودة إلى أخبار ساعتنا الإخبارية تصعد حدة المواجهات والاشتباكات في بلدة العوامية شرقية السعودية بين قوات أمن نظام الرياض والأهالي المطالبين بأبسط حقوقهم الإنسانية من جديد تعود بلدة العوامية إلى واجهة الأحداث فهذه البلدة السعودية التابعة لمحافظة القطيف شرقي البلاد تحولت إلى ساحة حرب حقيقية افتعلتها قوات الأمن السعودية في محاولة منها لقمع الاحتجاجات السلمية المتصاعدة فمنذ يوم الجمعة الماضي وجه النظام السعودي فوهات بنادقه ومدافعه تجاه أبناء العوامية السعوديين ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات إضافة إلى حالات نزوح كبيرة من البلدة فيما انتشرت قوات النظام السعودي فوق أسطح المدارس كما أقدمت هذه القوات على إجبار أهالي البلدة على النزوح من منازلهم ومناطقهم وأطلق النار بشكل عشوائي على المنازل والسيارات وتحاول سلطات النظام السعودي منذ إيجار الماضي هدم الحي القديم في العوامية بهدف الحقول دون إفلات الناشطين داخله من قبضتي هذه السلطات بدوره اعترف التلفزيون الرسمي التابع للنظام بني سعود بإقدام أجهزة النظام الأمنية على تهجير السكان وإجبارهم على الرحيل محاولا تبرير هذه الممارسات بدعوى تأمين خروج الأهالي من بلدة العوامية وسط اجتداد اجتباكها مع من سمتهم مسلحين في المنطقة ذاتها وتشهد العوامية التي تشكل الجزء الأساسي من محافظة القطيف المنتجة للنفط احتجاجات شعبية من الأهالي لنيل حقوقهم وأقرار العدالة الاجتماعية في وقت يعيش فيه أبناؤها بحالة فقر مطقع رغم غنى مناطقهم وإنتاجها النفط الممول الرئيس لاقتصاد البلاد وكأن النظام السعودي أدمن الخوض في دماء الأبرياء فمن دعم الإرهاب في سوريا والعراق واستهدف الأطفال في اليمن بشتى أنواع القذائف لن يتوانى عن توجيه بنادق حقده نحو مواطنيه الأبرياء لمجرد مطالبتهم بالحصول على أبسط حقوقهم بالعيش في وطنهم أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقي نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الأسبوع المقبل في الفلبين مشيرة إلى أن موسكو تقوم بالتحضيرات لهذا اللقاء وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في حديث لوكالة نوفوستي قال أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن بعض تفاصيل هذا اللقاء الذي سيعقد على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في عاصمة الفلبين مانيلا وأشار ريابكوف إلى أن لافروف وتيلرسون سيبحثان خلال لقائهما أبرز القضايا الدولية معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يتبنى الجانب الأمريكي موقفا بناء بشأن القضايا الخلافية في العلاقات بين البلدين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على مشروع القانون الذي أقره مؤخرا الكونغريس الأمريكي وينص على توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا ونقلت كل من وكالات تاس ونوفوستي ورويترز وفرانس بريس عن مسؤولين رفيعين في البيت الأبيض تأكيدهم لتوقيع ترامب على الوثيقة فيما أضاف أن الإعلان الرسمي عن ذلك سيأتي في وقت لاحق بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين الجيش يعيد الأمن والاستقرار إلى قرى وبلدات عدة بريف الرقى الجنوبي والأهل يواصلون انتفاضتهم ضد تنظيم داعش الإرهابي بريفي ديرزو أنزور والمهندس خميس والمعلم يبحثون مع عبدالله يان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات السياسية في سوريا والمنطقة وأهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين وزارة الدفاع الروسية تنفي تقارير إعلامية تزعم ارتفاع خسائر القوات الروسية المشاركة في محاربة الإرهاب في سوريا وتصاعد حدة المواجهات في بلدة العوامية شرقية السعودية بين قوات النظام السعودي والأهالي المطالبين بأبسط حقوقهم الإنسانية وتابعنا أيضا في هذه الساعة الإخبارية لافروف يلتقي نظيره الأمريكية الأسبوع المقبل في الفلبين وترامب وقع مشروع قانون أقره الكونغرس يوسع العقوبات ضد روسيا في الختام نشكر لكم هذه المتابعة ساعتنا الإخبارية قدمناها لكم من قناة الإخبارية السورية في دمشق بأمان الله اشتركوا في القناة